أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يهديه فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا محمد عبده ورسوله صفي من خلقه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمت سليما كثيرا ليوم الدين ثم أما بعد أيها الأحباب الكرام موضوع هذه الموعظة إن شاء الله حول حسن الظن بالله فما هو حسن الظن بالله أحباب الكرام إن حسن الظن بالله تعالى هو من صميم التوحيد وقد مدح الله تعالى الذين أحسنوا الظن بالله وذم الذين أساءوا الظن به عز وجل فقال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية فهو إذن حسن الظن بالله من العبادات القلبية الباطنية التي يغفن عنها كثير من المسلمين والكثير منها يرى العبادات في عبادات الخارجية الظاهرية الظاهرة عبادة الجوارح هكذا قد نرى كثيرا من الناس تقع لهم أزمات ونكبات ومصائب فيدعون الله تضرعا كثيرا ويتضرعون له فإن تأخرت الإجابة إجابة الله عنهم استحصروا وقنطوا وملوا وتركوا الدعاء وولوا عما كانوا عليه من قبل من عبادة وطاعة ثم أساءوا الظن بالله والعياد بالله وفي هذا الشأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأهم خير منه وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإن أتانا يمشي أتيته هرولا لذلك أحباب الكرام ينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بالله تعالى ويجتهد في العمل الصالح لأنه من ساء عمله ساء ظنه ففي حديث جابر عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن ظنه بالله أحباب الكرام إن خير دليل على الذين يسيئون الظن بالله هم هؤلاء أو أولئك أصحاب الأمراض المزمنة الذي ابتلاهم الله بأمراض مزمنة والذين يدعون الله ليل النهار بالشفاء بالشفاء العاجل وقد يؤخر الله تعالى الشفاء عنهم لحكم أو لحكم وغايات وأسباب لا يعلمها إلا هو جل في علاه فإذا تأخر عنهم الرد وتأخر عنهم الشفاء ترقوا الدعاء وقالوا لا نشفاء فأساءوا بذلك الظن بربهم تبارك وتعالى لكنهم لا يعلمون أنه بحسن الظن بالله ينال العبد رحمة الله ويدرك مغفرته أيها العبد المذنب لا تسرف على نفسك لا تقنط فلو بلغ الذنوبك عنانا فلو بلغ الذنوبك عنانا السماء ودعوت ربك واستغفرتهم لغفر لك ما لم تشرك به شيئا فالكثير من الناس يستبعدون مغفرة الله عز وجل ورحمته ولا يقبلون عليه وييأسون من رحمة الله ييأسون من رحمة الله والله هو ذو الفضل العظيم أحباب الكرام لا يجوز للمسلم أن يظن بربه إلا خيرا ولكن لا تدع هذا الأمر أخي المسلم يقودك إلى التواكل والاتكال على الرحمة فقط وتترك العمل الصالح تترك العمل ثم تقع في الكبائر وتنغمس في الذنوب والمعاصي كلا هذا حرام لا يجوز بل يجب أن أخذ بالأسباب الشرعية أولا ثم العمل الصالح الثانية والمداومة عليه العمل الصالح من عبادات وطاعات ومعاملات حسنة بين خلق مع حصن الظن بالله تعالى أن الله سيجازي كل من عمل عملا على أعماله ويأجره عليها في الدنيا قبل الآخرة لذلك فإن الذي يبارز الله تعالى بالمعاصي ويكتر في الذنوب والسيئات لا يمكن أن يحسن الظن بربه أبدا يقول تعالى في هذا الأمر بسم الله الرحمن الرحيم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين هؤلاء كانوا يظنون أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون وأن الله تعالى لا يسمع ما يقولون وأنه سبحانه وتعالى لا يرى ما يفعلون من منكرات وذنوب ومعاصي لا ولا والله فإن الله رقيب حسيب على كل واحد ينبغي أن نتأمل أحبابي الكرام هذا الموضع جيدا وهو كيف نجمع بين الإحسان في العمل والقيام بالصالحات والعبادات وأداء الفرائد والبعد عن المحرمات ونحن نحسن الظن بالله تعالى ونشعر بأنه يرانا ويسمع كلامنا ويراقبنا في كل حين أينما ارتحلنا وحللنا ويعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليه شيء من أمرنا أبدا ثم نحسن الظن بأن الله تعالى سيجازين على أفعالنا الحسنة ويأجرنا عليها ما دمنا على الطريقة السليمة وعلى الهداية وعلى أن الله يجب أن نظن على أن نكون على يقين بأن الله لا يضيع أعمالنا الحسنة أبدا وخير مثال على ذلك حسن بالظن بالله في الرزق وأن الله عز وجل الرزاق ذو القوة المتين هو الله عز وجل هو الذي يسوق لكل عبد منا رزقه ولا يضيعه أبدا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله يرزقه من حيث لا يحتسب من يتوكل على الله يرزق من حيث لا يحتسب أحبابي الكرام هناك بعض الناس أصحاب النفوس الضعيفة وأصحاب القلوب المريضة يقولون كيف يعطي الله تعالى للفاسقين في الدنيا الأموال والمتاع والخيرات ويجعلهم يعيشون ويتبرعون في رفاهية وراغد كبير رغم أن هؤلاء الناس أفعالهم سيئة رغم أن هؤلاء هم ظلمة فجار كفرة قتلة يسلكون يمتلكون اقتصاد العالم يقول هؤلاء أصحاب النفوس الضعيفة بأن الله يجازيهم ويرضى عنهم رغم أنهم فاسقين وقتلة لا والله بل الله يمهلهم فقط على أفعالهم كما جاء في محكم التنزيل حيث قال تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إنما نملي لهم ليزدادوا إثما لا تتشبه هؤلاء ولا يغيظكم هؤلاء أو أفعال هؤلاء يقولون أصحاب النفوس الضعيفة والقلوب المريضة بأن فلان يصلي ويزكي ويفعل الخير لا يضم أحدا إلى غير ذلك بالرغم من هذه الأفعال والأفعال الحسنة والمعاملات الطيبة التي يتصف بهذا الإنسان بالرغم من ذلك فإنه فقير فالله يحبه لا يبغضه الله يحب المؤمنين الذين يشكرون في السراء ويصبرون في الضراء الله تعالى يبتلي من خلقه ما يرفع به درجاتهم الله تعالى يبتلي من خلقه ما يرفع درجاتهم الله يبتلي من خلقه المؤمنين ما يرفع بهذا الابتلاء درجاتهم ويعظم لهم حسناتهم ويبتليهم ويختبر صبرهم ليجازيهم الجزاء الأوفى يوم القيامة أحبابي الكرام هذه الحالة تشمل الكثير من الناس وقد شملت أولهم إبليس لعنه الله الذي نظر بعقله ولم ينظر بقلبه وقال مخاطب وخرج عن طاعة الله فطرده الله من جنة وقال كيف يفضل الله الطين على النار المضيئة لأن آدم خلق خلق الله من طين وهو مخلوق من نار فاتهم حكمة الله تعالى واعتقد أنه أفضل ممن خلقه الله بيده وهكذا الكثير من الناس في زماننا هذا إذا ضاقت عليهم الأرزاق واعترضوا ويأسوا وملوا وإذا ابتلاهم الله بالمرض وقلة المال وابتلاهم في صحتهم وفي أولادهم والله عز وجل يعلم ما يفعله العباد وما سيفعلونه لكنه يريد أن يظهر علمه في الواقع لكي يكون العذاب والنعيم على هذه الأعمال الظاهرة حتى لا يأتي إنسان يوم القيامة ويحتج على ربه في شيء أكننه في صدره وأخفاه ولم يبديه فيقول تعالى هذه أعمالكم مسطرة عليكم ومجموعة كلها تشهد عليكم يوم القيامة يقول تعالى في هذا الشأن من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير فاحذروا عباد الله احذروا من سوء الظن واحذروا من أن يتسلط عليكم سوء الظن وتسلل إلى أنفسكم وقلوبكم عندما ترون الأم الإسلام يتمر بالأزمات والنكبات والبلايا الواحدة والأخرى ولا تيأسوا أحبابي الكرام ولا تسيءوا الظن بالله نسأل الله تعالى نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل ظننا به حسن ويغفر ذنوبنا ويكفر سيئاتنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا